السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدنا لكم في حلقة جديدة من حلقة تقييم انيميتر اسبوع لذلك خلونا نبدأ طبعا بما انه التصوير يصير يوم الجمعة فأنيمية يوم الجمعة تتصور في نهاية الأسبوع حلقة اوساما رانكينغ خمسة ستة ستة ستتقيم في الأسبوع القادم تصوير سنة من الجمعة ولكن تبدأ من الجمعة للجمعة كتقييم من الجمعة الى الخميس الجمعة الى سر جمعة لبعدها اول انيمي معنا اليوم انيمي اوساما رانكينغ الخلقة الخامسة اللي ابتدأت بخيانة السياف او اللي ينفذ مهمة السياف ويلقي بوجي في الحفرة فتحة الجحيم اللي بعدين نشوف ايضا الشادو او الكاقي الظل ينقذوا انه كان معام مني البداية وفعلا انه كان في تويست او تريك ذاك اللي ظنين انه خادم الامير الثاني توقعنا كلنا نحاول يقصر الامير والسهام اللي شفناه في الرحلة توقعنا انه هو اللي جاي يقضي على كاقي ولكن تضح العكس تماما انه هو الاسر كاقي يحمي بوجي وبوجي هو اللي قاعد يرمي السهام عشان ينقذوا من اللحم المسموم ينقذوا من الحمانات يساعدوا في اكثر من موقف لما سقط من البرج من على البرج ساعدوا في اكثر من موقف وهنا ساعدوا ايضا لما تم القاومة في هذه الحفرة ويتضح معنا انه فيه اسرة مهمة فيه شخص تحت راح يقدر يساعدهم وراح يساعد الامير بوجي بحيث انه سير شخص كفو او وريث شرعي للحكم وفعلا ينزلون تحت ويتعرضون لمواقف ومنها الغاز السام ويهربون ويسقطون ويجيون الناس ينقذونهم ويودونهم عند الشخص هذا الغريب العجيب اللي يطلع يعرف الامير بوجي ويعرف انه ولد بوس ومن هنا نشوف المشهد التالي اللي هو بعدين ندم الحارس والسياف اخضر سياف ويصيح وكذا طبعا ما راح يغفر له كلام هذا ويجي يقاتلوا ذاك يقولون راح تحمل مسؤولية بما انك انت حاولت تخلص منه او قضيت عليه زي ما يعتقدون فتقاتلوا وطبعا انجلت بسهولة بعدين قلوا اقطع يدي لا صدو يعني انه شيء من الندم يعني اقطع يدي ما دري خل المجد العامر هي الحب الشخصية هذه ما ادري ولكن اذا ما يجي عامل حب الشخصية فهي لعنه متواجدة اه فيب وما قدر فهو راح قطع يده بنفسه يعتقد ان هذا الشيء سيكفر عن دبه او انه راح نحزن عليه لا تنحرق الدين كتنتين تنحرق على خيانتك لانه وصلا امير حزه وقال له انت تعتبر خاين هذا متدرب عندك هذا مفروض انت اللي ماسكه وانت تدربه وانت تخليه رجعك تجي في النهائي وما تختاره يصير وريد الحكم ما دري اه لا تحاول تقنع فا اول مرة اتفق مع الامير ايضا فيه موضوع الاكسير اللي سوته كاقامي او المرآة واضح ان فيه خباثة بس ما تدري هل فعل المرآة تسعى انه تخليه يصير ملبوس ويصير قوي وكذا ام انه هذا الاكسير عشان هي تقدر اذا شربه تستولي على جسد الامير وتخرج من المرآة او ما ادري صراحة المرآة وجودها غريب ولكن لما تفكر فيها المرآة ما تقدر تسوي كل هذه المعدات اكيد المعدات هذه موجودة بسبب الملك بوس فالملك جابه هل صنعت عشان تحبس المرآة ام هل هي صنعت فعلا لنقل الوراثة والقوة والشيطان اللي كان داخل ملك بوس للوريث اللي بعده ففي سؤال غريب هنا اذا هي موجودة من عهد ملك بوس هو سواها عشان يحبس المرآة ولا سواها عشان فعلا انه هذي الطريقة الوحيدة انك تأخذ قوة الملك بوس فشفت صراحة موقف جميل من العمير اول مرة احترموا عليه انه ما رضي يسمع كلام المرآة وطش الاكسير وجلد اللي معاها وشفنا بعدين الرماح وهو يجي وهذا الرماح واضح انه مفترض بيكون شي مرة قليل مع انه يعني قتاله الاولي كان مع ذاك شوي ملق عليه ولكن تتمنى نشوف منه مزيد حلقة كانت بالمجمل جميلة ورايعة تقييم الحلقة ثمانية من عشرة ننتقل الحلقة اللي بعدها حلقة كيميتسونو يايبا من الموسم الثاني حلقة الخامسة الحلقة اللي بدأت بالنقلل الشيطان انه انه الجسدي صار هذا الفطار فأوليني كيف تحمي منهم بداخل احشائي المواطنين المدولي فشفنا لما كان يصرق عليهم في الحلقة السابقة واستيقظ انوسكي وتتاليا نيزوكو حاولت توقظ زينيتسو لكنه نائم وزينيتسو الوحيد المفروض ما يصحق له نائم والحشرة شفناها يستيقظ ووكل المهمة القضاء على الشيطان الى تنجروا انوسكي قالوا انا راح احمي خمس مقتورات هنا واختك وزينيتسو راح يحمون مقتورتين البارغين تروحوا ودمروا هذا الشيطان وفعلا رحنا شفنا انوسكي وتنجروا في قتال جدا رائع في البداية اخطأ انوسكي وانقضوا تنجروا فكان يديلوا في هذا الموقف ولكن بعدها انوسكي انقض حياة تنجروا لما اعتقد انو ما زال داخل حلم ولكن انوسكي وقف ولا يقتل نفسه وقال له انتبه تراك في الواقع ولاست في حلم طبعا انوسكي اتضح انو ما يقدر ذاك ينومه عشان القناعة له لابسه فهو ما يعرفه اصلا وين ينظر فما يقدر يسيطر عليه بهذه التقنية فما يقدر يخليه ينام وتنجروا كان كل ما ينام يطل نفسه يعني صراحة الجرء او قوة في تنجروا كم مرة قضى على نفسه ما ينتهي هذا الالم صراحة شيء اسطوري بعدها تدخل سائق القطار الغبي اللي حاول يوقفهم ويعطلهم وطعن كان يبيض طعن انوسكي وتنجروا حماه وابعده من العربة واستطاع بعدين تنجروا انو يستخدم تقنية والده اللي هي تقنية رقص الشمس او حالية كده اللي ابو كان يلقص عليها وفعلا انوسكي ضرب الضربة الاولى كشف العظم وتنجروا قص الشيطان والمفروض انو كده الشيطان تم القضاء عليه فشفنا الحلقة صراحة حلقة جبارة وستات رايعة قطار رايعة تحريك جدا جميل حلقة تستاهل تسعة من عشر الحلقة التي تليها هو انبيس الحلقة تسعمية تسعة وتسعين عشان الحديث علمني الحلقة صراحة ما كانت على المستوى اساسا ما فكرت اتكلم عليها كنت ناوي هي وبروتو خرجها من دي الحلقة ولكن قلت بتكلم بشكل مبسط بعد تقييم الحلقة ما بيها شي حلو الشي الوحيد في حلقة وانبيس الجميل كلام فرانكي لما يتكلم يقول يومكو نحرب مش المشكلة لما تبغلو في سلمية الخلاصة لا بدنا نسقط هذا اليومكو فهذا كان افخم شي في الحلقة بعاد البقمان من جيمبي كان فخم باقي الحلقة كانت موقف كوميدية ما بين اسوب وتشوبر وفرانكي وبروك والموقف الكوميدي اللي ما بين يمتو وشينوبو ومومونوسكي وباقي الحلقة كانت اما حشو اما فلاش باك على تيلر بارك واما لوفي طالع باقي قول اوف جاهم بيجيكم فحلقة صراحة كانت دون المستوى حلقة ما تستاهل الى ستة منش وننتقل لحلقة بوروتو ميتين واربع وعشرين اللي هي ايضا للأسف كانت دون المستوى كانت قتال ما بين ايوابي والبسة قتالهم كان ممل كان يتكلم عن السلوكيات وعن التصديق والايمان بالحلم وما هو الشنوبي ولابد ان كل شنوبي يطمح ان يصبح هوكاقي وغيرت لنبي شنوبي ما يطمحوا للهوكاقي وكلام كذا فقام سوى لها تمتال حجرية واستنزبت شكرة حقته شان بس سوي لها القطة حق الحظ اله الحظ عندهم طبعا حنا لا نؤمن فيه ولكن استنزبت شكرة وفزم كواكي بسبب استنزبت شكرة وهي تعتبر انتصرت وعنقذته بعد ما اضطرت سخنة التقنية حق جدتها اللي كانت تعتقل انها خرافة واصبحت حقيقة وامبسطت جدتها وامبسطت الكل فاكثر جيد حماس في الحلقة هو نهاية الحلقة انه القتال القادم بين تشوتشو و ساردة بن ساسكي فهيصير القتال الحلقة القادمة المفروض انه قتال قوية اقوى من القتالين اندي صارت فهذا اكثر شيء يقوي في الحلقة في الحلقة ما نستعر حتى خمسة من عشر يعني وان بيس كان فيها على اقل مشهد فخم عجبني كلام اسطوري بورد ما بشي عجبني يعني كله كلام الحلقة البعدة الحلقة الاسطورية من انيمي داي شجاع الحلقة السبعة وخمسين اللي بدأت ببارن ملك الشر والإله الشياطين ذلك المهم اللي يقول لهم خلوني اكافئ باران على الجرات وهذه واسوي له جنازة ويطلق بشرارة بس وينحرق ويتلاشى جسد باران الصاقط ويعصب داي ويهجم ويكل وحدة من هالات باران ويغمى عليه فجأة كلهم يحاولون يدافعون عن داي ويطلق عليهم باران بشعلة ثانية يقول لهم بوب تحركوا روحوا ساعدوا داي انا راح تصدر الضربة وفعلا يسوي تقنية قوية جدا ويرسلها مقابل هذه الشرارة عشان يقضي على الشرارة هذه ولكن الشرارة تخترق بقوتها تقنية بوب وتوصل لبوب وتعطيه واحدة ولكن لانه لابس مقاومة للسحر استطاع ان ينجو وبوب كان اعتقد انه هذه تقنية لهيب قالوا لا ترى هذه بس شرارة داي انا راح نوريك تقنية لهيب ويطلع نيران ويصير عنده انقاء من النيران ويطلق عليهم وهنا هم كلهم ينتقلون من الدفاع الى الهجوم ويروح هينك اللي بيهجم عليه بس كرايد الدمه ويحقته وكمان مام تهجم عليه بتقنيتها وكروكوداين وكلهم يتم جلدهم ولكن يتضح بعدين ان تقنية مام هيل وحيدة اللي اثرت على ضعر ولكن قطع يده على طول عشان لا يصده يزيد وقال لها اذا بتهجمين علي هذه فرصاتك الوحيدة اذا ما تتجدد يدي وفعلا ما متقرر التهجم ولكن ينبهونها ويمسكونها وفجأة تطلع يدهم جديد تقول له انت كنت تلعب عليه انت كنت تطلعها في لحظة يرحك بعدها يقررون انسحاق بوب يقول لهم انا بروح الى المسكوداين وانا بروح يجيب كروكوداين ونشرد رولر ويحاولون يشردون فعلا ويصطدمون في حاجز قمة الياسم سويلا محاجز ما في فقعة لانا يقول انتم ما تعرفون انه ما في مهرة من ملك شياطين وبالصراعي يعني هيب العجيزة اذا مرة هيبا فعلا يبدأون يدخلون في مرحلة الياسم وبوب يقول احنا مجرد بشر كيف ممكن نفوز على هذا ويوم يفقدون العمل يصحداي ويقول لنا استسلم ابدا حتى لو فقد الجميع العمل ويبدأ يتكلم كلام يحفز زميع اللي معاه وكلهم يستعدون له قتال مرة اخرى ويمدحوا بارانا يقولوا اوكي غلا بتلب قوت روحك اللي حمست حتى اصدقائك فعلا بعدين يبدأون الاثنين يسوون التقنية ويشغل هالته وداي يضع كل قوته في فانستراش وفجأة يصير زي البرق من فوق حاولت اشوف المشهد اكثر من مرة اا تصدى داي لضربة العنقاعة حقه ملك الشياطين وجرحه وخدشه يعني في وجه فجأة يقوم ملك الشياطين يعصب يطلع كور نارية ويبدأ يرمي على داي داي يحاول تصدى يتصدى 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 ولكن ما هيقدر يتحمل هذا العدد الكبير فيقرر يستدع يكل دراجون اورا حقته عشان يهجم هجوم اخير وفعلا في نفس الوقت يصير كأنه في برق جاي من السماء ما ادري هل هو استخدم تقنية ابوه هل فيه هتدخل المهم انه فيه تقنية جاد من فوق مع سلاش داي فجأة نشوف الملك ضار محترق متفحم انا ما استوعبت المشهد عدت خمسة عشر مرة وما استوعبته بطعته ما استوعبته لكن المشهد كان مرة قوي ايضا حلقة داي تستاهل تقييم تسعة عام من عشرة اخر انمي معانا لليوم افضل مغتال بالعالم الحلقة السابعة اللي تبدأ هو في العيل اللي راح يصير منهم والاب المريض فيقوم ملجوه ويقول له تعليم احد حتى امك لانه هذا الشيء راح يفضح انه انا من عائلة تواديه وابو ذا الولد يمبسط يقول والله كما هو متوقع من تقنية التواديه فشكر لك على علاجك فبدأوا يتكلموا عن الخطة المثالية وكذا ويقول له انه انت لازم تسوي مشروع تجاري وراح لديك عرض تبدو تشتغل عليها فقاموا اختار المكان وسوى مرطب عشان يدخل في عالم الميك اوب والمكياج فقالوا انت لا تحتاج براند لو سويت شيء موجود ما احد راح يشتريه فقام سوى شيء مرطب عساس انه في ذلك لقد لم يكن فيه مرطبات والمكياج كان يأثر على البشرة فحتى ام او زوجة هذا الرجل اللي تكره وما تبدأ اعترف فيه لما انجات شافة المرطب عجبت فيه واخذت منه كمية وذاك انبسط منه كمنتج وانه راح ينباع وراح يصير فيه شيء وهو طبعا كان فيه حركة ذكية من احد المواد المستخدمة اللي انتاج هذا المرطب ما يباع الا في المملكة حقتهم فبيخليه عقد حصري على المملكة هذه عساس انه يصير منفع ولا احد يقدر يصرق هذه الوصفة فلما انسوا هذا الشيء بدأوا التجار يرسلونهم مقتلين وهذا عشان يمسكونوا دولي ويحققوا معهم ويعرفون سر الوصفة لكن على مين يا بابا الخادمة واللي انقذها كانوا كفيرين انهم يجردونهم جلب ويمسكونهم طبعا وسموه شل عصاب وقاموا يعذبون فيه تعذيب ما هو طبيع طبعا فتح محل تجاري وجاب اخوات اللي كان او البنات اللي كانوا مع البنت اللي انقذهم شعر ازرق وكلهم صاروا يبيعون في هذا المتجر وعايشين حياة رغيدة وهنية يعني طبعا تكلموا انه ما عاد باقي الا خمس سنين على موعد قتل البطل ولكن صار ست شهور الان ما صار المتجر مشهور ومعروف فالمخلوض انه باقي اربع سنين وست شهور على ظهور البطل شوفنا مشهد كوميدي الآله حقتهم ويتجيب واحد مغني رابح وتشوف يصار لو بعد ثلاثين سنة وانتقل الى صديقته اللي علمت اساسيات السحر والمانا ويروح ونسوي تقنيات الجاذبية ويجيب لها شوكولاته يقول لنا ناوي ابيع حتى شوكولاته هذي في المتجر حقها وبس يقود معها اليوم كامل وانتهي اليوم ويرجع الى القصر حقه بكده تكون خلصت حلقة حلقة عتيادية تستاعل سبعة من عشرة الاسبوع هذا كان الصادم بالنسبة لي انمسيات كانت واقرية Word and aches ولكن باقي الانميات كانت مقبولة ففي المركز الأول معنا هذا السبع الكيميتسو نييبا وداي أو خليني اقول داي وكميتسو لا كيميتسو داي كيميتسو صراحة قمة الحماس والقتال والاكشين داي كان في الأخير في المركز الأول كيميتسو المركز الثاني وہ ½ 7 و10 افضل مرسل في العالم المركز رابع وونمس ومركز الخامس بورتو زي ما قلت لكم الحلقة هذي او الاسبوع هذا بلاتينيوم انت حلقة اللي فاعتت ما قدرت اتفاع الرجع ولا سوي الى لايف ولا اضيفها لهذا التقييم حلقة اللي هتنزل اليوم راح هي او سامة راينكين تقيم في الاسبوع القادم وكذا يصير الوصول من هذا الفيديو اتمنى يكون اراضي لكم واستحسانكم هنا نقول لكم سبحانه الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغرق اتوب اليك هتنسون لايك وشير وسبسكرايب السلام عليكم اشتركوا في القناة